اهلا بكم بناتي وابنائي طلبة وطالبات الشهادة الادادية بناتي وابنائي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع درس من دروس الهندسة رياضيات فرع الهندسة والنهاردة هنتكلم عن الممسات مماس ودائرة وموضوع التماس في الدائرة عمتا وطبعا بيشرفنا استاذنا واستاذكو الاستاذ جمال فودة اهلا بك استاذ جميل اهلا بك استاذ عادل وبكل ابنائنا الطلبة اللي بتبعينا النهاردة استاذ جمال يعني قبل ما نخش في موضوعنا النهاردة احنا عايزين نفتكر علاقة مستقيم بدائرة احنا قلنا المستقيم اما لا يقطع الدائرة فيكون تقاطع الدائرة يسوي فاي اما ان يقطع الدائرة في نقطة او يقطعه في نقطتين واذا مر بمركز الدائرة يكون محور تماثل هذه الدائرة ازاي يعني العلاقة احنا خدنا قبل كده هوت ان لو بصينا هنا مع بعض على راس لو انا عندي دائرة هي ادي مركزها الدائرة مركزها ميم لو جينا رسمنا خط مستقيم كده وليكن هذا الخط اسمه لام واحد هنجد ان لام واحد لا يقطع الدائرة ميم اه يعني المستقيم لام واحد تقاطع الدائرة يسوي فاي بيسوي فاي تمام اما لو جينا رسمنا خط مستقيم اخر وليكن لام اتنين بالشكل ده فنجد ان لام اتنين بيقطع الدائرة في نقطتين نقطة الف ونقطة بيه بنسمي ان هذا الخط المستقيم هو قاطع للدائرة يبقى هنا هو قاطع لانه قاطع الدائرة وهو قاطع في نقطتين لانه قاطع الخط بتاع الدائرة في نقطة بيه ونقطة جيم فهقول ان المستقيم لام تقاطع الدائرة ميم يبقى المجموع على بيحول عنصرين جيم وبيه تمام طيب اما لو رسمنا خط مستقيم اخر وليكن لام 3 يمر بمركز الدائرة اللي هو لام 3 دوت هنجد ان لام 3 ده بيمر بمركز الدائرة وفي الحالة دي هيكون ده محور تماثل لها وهذا الخط المستقيم بيحمل القطر هذه الدائرة تمين أما لو رسمنا المستقيم لام أربعة بهذا الشكل هنجد أن لام أربعة بيقطع الدائرة في نقطة واحدة فقط هذه النقطة في هذه الحالة بنقول أن لام أربعة بنسميه مماس وهذه النقطة ولكن نقطة دال نقطة دال هذه بنسمى نقطة تماث تمام يبقى دي هذا المستقيم يسمى مماسا للدائرة حيث أنه قطع الدائرة في نقطة واحدة بناتي وأبنائي تعالوا نهاردة نتكلم عن العلاقة بين مماسات ودائرة تعالوا نشوف كده العلاقة عن واندرسنا العلاقة بين مماسات الدائرة لو أنا أبص كده ألاقي في دائرتين بيلعبوا كده عليهم كده ولحظين أنه هما لمسين بعض أو بقطعين بعض في نقطة واحدة ومستقيم يقطع الدائرة في نقطتين يعني عايز يقول لي زي ما قال السوس جمال أن أنا لو عندي دائرة وكان مستقيم هذا المستقيم يقطع الدائرة في نقطة واحدة يسمى مماسا لهذه الدائرة عشان كده لو أنا جبت هذه الدائرة ورحت جاي كاتب نقطة خارج الدائرة حطيت نقطة كده السوس جمال هذه النقطة لا تنتمي للدائرة نظب فماذا لو انطلق منها شعاعان ممسان يعني لقيت شعاع انطلق من هذه الدائرة من هنا شعاع انطلق كده 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 وكل من هذين الشعاعين قطع الدائرة في نقطتين فهذا شعاع مماس وهذا شعاع مماس أجد أن المسافة من النقطة إلى نقطة التماس هي طول قطعة مستقيمة زي القطعة المستقيمة بتاعتي يبقى أنا قلت من أي نقطة خارج دائرة يمكن رسم ممسان فقط مش كده السوس جمال لا ده رسم أكتر بالزبط لهم ممسان فقط وبنجد أن البعد بين هذه النقطة التي تقع خارج الدائرة ونقطة التماس في الشعاعين هيكونوا كتعتان متساويتان هقول عليهم قطعتين ممساتين ممساتين متساويتان حسناك بتقول متساويتان مش كده؟ بالزبط يعني معنى كده أن لا يمكن رسم من نقطة واحدة إلا شعاعين فقط يمكن أن يكونوا ممسين لهذه الدائرة من نقطة واحدة والمسافة من هذه النقطة إلى نقطة التماس هي طول قطعة مماسة بالزبط وأيضا خط الأصفر ده طول قطعة مماسة السوس جمال بيقول دلوقتي وعليه الإثبات لأن حياتك قلت نظرية أو قلت نتيجة فعليك إثبات ما قلت أن هناك القطعتين متسوياتان في الطول ماذا كده يا ص ain'te مظبوط طب أحن أعجب أن نسبة كلام ده غص率 جمال أن القطعتين الممساتين المرسومتين من نقطة خارج دائرة تبقى متساويتان في الطول لو إحنا رسمنا دائرة القطعتين من الممساتين هم قدام حياك السؤال بيقولي القطعتين الممساتين المرسومتين من نقطة خارج دائرة متساويتين في الطول عايزين نسبة كلام ده قادي القطعتين هومي يا رسيس جميل نعم نعمل ايه دلوقتي اللي احنا وصلنا هنا هوت القطعتين ممسيتين دولت مع بعض ايوه زي ما احنا شايفين هنبدأ نعمل ايه بقى نحط الدائرتين ونسبت هذه الدائرتين اهوه ادي عندي النقطة اللي تقع خارج الدائرة اللي هي نقطة علف ايوه ودي نقطة التماس الأولى به ونقطة التماس الثانية جيم طيب احنا عايزين نسبة دلوقتي ان طول القطعة المستقيمة اللي هي القطعة الممسية بتساوي طول القطعة الممسية الأخرى اللي هي الف جيم يعني عايزين نسبة النص ان القطعتين الممستان المرسومتان من نقطة خارج دائرة يبقوا متساوتين في الطول بالضبط فنقول في الاسبات بقى اول حاجة المعطية المعطيات وماذا لدينا من المعطيات عندي نقطة الف ايوه تنتمي للدائرة ميم ايوه وعندي طول القطعة المستقيمة وقالب به قطع مستقيمة وآلف جيم قطع مستقيمة دولة قطعتان ممساتان للدائرة ميم طيب المطلوب بقى أستاذ جمال المطلوب أنه أنا عايز أثبت أن طول القطع المستقيمة آلف به يسوي طول القطع المستقيمة آلف جيم طيب نفتكر حاجة كده عشان نبتدي نسبت وإحنا عشان نسبت أن قطع قد قطعة بحاول أحط دي فيه مسلس وده فيه مسلس أكيد عشان نسبت أن ده مسلس متساوي السقيم أول حاجة هنوصل هنا نقطة به بنقطة جيم وبعد كده نوصل أيضا نرسم به ميم ووصل ميم بجيم ووصل ألف بميم ليه عملنا كده لأن احنا خدنا قبل كده أن المماس عمودي على نصف القطع فأنت أوجبت نصف قطع بالظبط أنا وصلت ميم ببه وميم بجيم فأصبح عندي دلوقتي مسلس ألف به ميم ومسلس ألف جيم ميم تمام تعالوا بقى نشوف تاني اللي قال له أستاذ جمال هو ليه عمل كده أستاذ جمال كان عايز يثبت أن قطعتان قد بعض وإحنا من سنة أولى إعدادي تعودنا واستخدمنا التطابق وقلنا أن حالات تطابق أربعة منهم حالة خاصة بالمسلس القائم الزاوية فاستنع رسيس جمال صنع مسلس قائم الزاوية اعتمادا على نتيجة هو كانت ألاحق قبل كده قال لي أن نصف القطع عمودي على المماس في نقطة التماس نصف القطع عمودي على المماس في نقطة التماس فأوجد هنا نصف قطر وهنا نصف قطر فأوجد زاوية قايمة وزاوية قايمة إذن يمكن استخدام الحالة الرابعة بتاعة المسلسين القائم الزاوية فوصل المحور اللي هو وصل من ألف إلى ميم نرجع أستاذ جمال لهو تاني نرجع تاني زي ما حياتك أمرت إحنا وصلنا ورسمنا ميم ألف وميم به وميم جيم لو إحنا جينا بصينا المسلس ألف به ميم هنجد هنا أن ميم به عمودي على ألف به ليه بقى؟ لأن ده ألف به ده مماس به ميم ده نصف قطر بالتالي يبقى به ميم عمودي على ألف به يبقى قياس زاوية ألف به ميم بتساوي تسعين درج تمام نفس الحكاية في المسلس ألف جيم نحلي الخطوة دي على جنب كده هنحتاج لها تاني هنخليها بقى طيب الناحة التانية بقى ألف جيم ده مماس أيوا به جيم ميم ده نصف قطر أيوا بالتالي هنقول أن ميم جيم عمودي على ألف جيم في نقطة جيم يبقى قياس زاوية ألف جيم ميم بتساوي تسعين درج تمام يبقى أنا عندي زاويتين قائمتين كل منهما في مسلس أستطيع دلوقتي أن أنا أطبق المسلسين هنيجي هنا نوجد علاقة بحيث نسبة فيها أن طول ألف به بيساوي طول ألف جيم مش هنجد أسهل من طريق التطابق المسلسين لو أنا خدت المسلس ألف به ميم والمسلس الآخر ألف جيم ميم هنجد أن طول به ميم بيساوي طول ميم جيم يعني ده نصف قطر وده نصف قطر طيب يبقى هنقول عشان نستخدم حالة التطابق هنقول له المسلسين اللي احنا شفناه ومحددناه في الأول الصفر دول قلنا المسلسين دول ألف به ميم وألف جيم ميم هما مسلسين قائمة الزاوية عشان نستخدم الحالة الرابعة يبقى محتاج لحاجتين حتاك قلت أول حاجة أنه به ميم يساوي ميم جيم عشان دول نصف قطرية نعم وقياس زاوية ألف به ميم بيساوي تسعين درجة وقياس زاوية ألف جيم ميم بيساوي أيضا تسعين درجة يبقى الزاويتان متساويتان في القياس احنا قيلنهم بقى من الأول لما قلنا المسلسين دول قائمة الزاوية نحن بنجيب هنا شروط التطابق المسلسين الشرط الثالث هنا هنجد أن الضلع ألف ميم ده ضلع مشترك بين المسلسين ضلع مشترك بين المسلسين يبقى أنا هنا الحالة اللي بطبقها هي زاوية قائمة وضلعان اللي هو به ميم وألف ميم يبقى يتطابق المسلسين القائمة الزاوية إذا تطابق ضلع ووطر من أحدهما مع نظائرهم من المسلس الآخر هذه الحالة التي استغلناها في هذا البرهان يبقى إذن المسلسين هنا طبقنا ثلاث شروط عندنا يبقى المسلس ضلع مشترك عندي به ميم بيساوي ميم جيم كياس زاوية به بيساوي كياس زاوية جيم بيساوي 90 درجة يبقى زاوية قائمة وطر وضلع يبقى إذن المسلسين متطابقان ومن التطابق يبقى المسلس ألف بي ميم يطابق المسلس ألف ميم جيم أو جيم ميم من التطابق بنستنتج أن طول ألف به بيساوي طول ألف جيم وهو المطلوب إثباته الله شفتوا بناتي وأبنائي قدي إيه الراحة في البرهان لما بستخدم حاجات بسيطة جدا إحنا كنا خدناها أو يعني درسناها في السنوات السابقة وهو عايز قطع قدي قطع هو الموضوع مش قطع هي دي ممسة قدي ممسة بس أنا هزبت إن قطع قدي قطع طب أعمل إيه أدخل دي فيه مسلس ودخل دي فيه مسلس ما أنا عندي ممكن أستخدم حالة من حالات التطابق فقال لي أنا عندي فيه زاوية قايم والطول ومنين قال لي ما هو نصف القطرة عمودي على الممسة في نقطة التماس فعمل زاوية قايمة في المسلس وزاوية قايمة في المسلس الآخر وراح موصل الضلع المشترك فأوجد مسلسين وطبق المسلسين ومن التطابق أثبت أن القطعتان الممستان المرسومة تانية من نقطة خارج دائرة يبقوا متساويتان في الطول سوء جمال بعد ما أثبت واستخدمت وتعبت وطلعت الإثبات ووصلت إلى القطع قد القطع ده أنا ممكن أستغل هذا التطابق معنى كده أنه هذا المسلس هو صورة المسلس الآخر بالنعكاس حوالين ألف ميم اللي هو يعتبر وطر المسلسين طب نبص كده يعني أنا أما بصيت كده يا سوء جمال حضرتك قلت أما أثبت لقيت فيه ألف ميم ده وكأنه هو محور إنعكاس فأوجدنا يبقى المسلس ألف جيم ميم هو صورة المسلس ألف به ميم بالإنعكاس في أو في الإنعكاس في القطعة ألف ميم أو في المستقيم ألف ميم معنى كده أنه لو أنا عملت حاجة تنعكس الناحية التانية يعني إيه زي ما قلت أن المسلسين متطابقين فنتج أن ألف به بيساوى ألف جيم مش بس كده ده أنا ممكن أوصل القطعة به ميم به بيجيم به بيجيم فحلائي أن يقطع ألف ميم في داير طب لما بصيت كده ده مش كده وبس ده هيبقى كمان ألف ميم عمودي على به جيم الله يعني هنا ودي خدناها قبل كده لأن ألف ميم ده ضلع هنا هو تمتوسط بمركز الدايرة وبهجيم ده يعتبر إيه وطر في الدائرة فبالتالي ألف ميم هيبقى عمودي على بهجيم فين كمان في نقطة المنتصر أوه ده الحاجة التانية كمان إحنا نسيين أن محور التماسل في المسلس المتصاوى الساقين عمودي على القاعدة وينصف هذه القاعدة نحن خدناه في فصل دراسة الأول أنه محور التماسل بتاع المثلث المستقيم عمودي على القاعدة ونصف هذه القاعدة فأنا ممكن أستخدم من هذا الانعكاس الجميل أوي الانعكاس حول المستقيم ألف ميم لقيت أنه نقطت به صورتها جيم ودال صورتها نفسها معنى كده أن به دال يساوي دال جيم ومعنى كده أيضا أن قياس زاوية ألف دال به تساوي قياس زاوية ألف دال جيم إذن فألف دال عمودي على به ميم عاجات كتير قوي أنا ستغطي انتهى من هذا التطاق ونقدر أقول كمان أن ألف دال ده يعتبر متوسط في المثلث ألف به جيم محور تماثل بس كمان هو المتوسط في المثلث المثلث يبقى محور تماثل لهذا المثلث طيب معنى كده أقدر أكتب النتيجة وأقولها أنه لما لاي محور تماثل اللي هنا صورتي اللي هنا ونقدر أستخدم التماثل أيضا في البرهان ويبقى برهان جميل وسلس وحلو قوي لما أنا استخدمت تطابق وماله ممكن أستخدم أيضا لانعكاس أكيد طبعا يعني أستخدم التحويل لما هو بيوفر لشروط الانعكاس والموصفات مظبوطة أن البعد بيسوي البعد وقياس الزاوية بيسوي كياس الزاوية يبقى إذن ده بيساوي ده تمام وكأن أنا أقدر أعمل انعكاس وأقدر أعمل كمان دوران ده أنا لو قلت أنه ألف ديل دار حول نقطة ألف بالزاوية جيم ألف مين وبعدين دار حول نقطة أيضا ألف بالزاوية ميم ألف بي الزاويتين دول قد بعض من التعريف المثلس بساوي الساقيين أيضا يكون هذا أو القطعتين دول متساوياتين قصوص جمال يعني أقدر نوصل للنتيجة أن القطعتين ألف بي وألف جيم قطعتين ممستان يبقى هقول أن ميم ألف هذه القطعة أو هذا المستقيم الذي ميم ألف يعتبر جزء منه يكون محور ليه الواتر به جيم وأقدر أستنتج منه حاجات كتير طيب يعني معنى كده أن نقطة ديل في منتصف به جيم وأن أقدر أقول أن ألف ديل المستقيم عمودي على به جيم طيب شفتوا ببساطة استغلينا أو فهمنا العلاقة بين الممسين وبين الدائرة طيب أيضا أنا عندي في نتيجة تانية وأيضا ينتج من التماسل أنا عندي الزاوية فوق زاوية جيم ألف ميم وزاوية به ألف ميم هما زاويتان متتساويتان في القياس ده أمر طبيعي لو إحنا طبقنا برضو المسلسين من التطابق لو خدنا المسلس به ألف ميم وجيم ألف ميم هنجد هنا أن الزاويتين بيساوي بعض ده منين من تطابق المسلسين إحنا قلنا المسلس ألف به جيم مثلس متساوي أصفين نبص كده مع بعض عداتة عشان نوضح الكلام ده كله بص كده معي زي ما إحنا شايفين عداتة أهو قد المسلس به ألف ميم والمسلس جيم ألف ميم لو إحنا جئنا بصينا إحنا قلنا أن طول ألف به بيساوي طول ألف جيم وعندي طول به ميم بيساوي طول ميم جيم وعندي ألف ميم ضلع مشترك يبقى بالتالي أن هنا الثلاث أضلع بيساوي بعض يبقى في هذه الحلقة المسلسين متطابقين إحنا أثبتنا قبل كده التطابق ده إحنا بنقول مني نتيجة أيضا أن زوية به ألف ميم تساوي قياس زوية جيم ألف ميم معنى كده أن الشعاع ألف ميم بينصف زوية به ألف جيم بينصف زوية به ألف جيم وينصف أيضا زوية به ميم جيم يعني قياس زوية به ألف ميم بتساوي قياس زوية جيم ألف ميم وأيضا قياس زوية به ميم ألف بتساوي قياس زوية جيم ميم ألف وده النتيجة التانية على الموضوع بتاعنا أننا بنستخدم أو بستخرج من التطابق أيضا بعض النوايتك زي ما قال هذه الزاوية بيها ألف ميم قياسها بيساوي قياس زاوية جيم ألف ميم وأيضا قياس زاوية ب ميم ألف تساوي قياس زاوية ب ميم ألف وجيم ميم ألف وشفتوا إزاي بناتي وأبنائي أنا بستخدم أو خرجت من النتيجة بتاعتي أو خرجت من نظرية بعدة نتائج مش كده أصف الجمال؟ مضبوط اه انا اثبتت تطابق وقلت انا جبت الشعاع هذا المستقيم وقلت عليه محور تماثل اقدر اقولي ان هنا زي اللي هنا وانا مرتاح احنا دلوقتي لما اثبتنا التطابق في الاول خالص اثبتنا المثلثين المتطابقين اثبتنا ان القطعتين الممستان اللي خارجين من نفس النقطة متساويتان في الطول اه لما وصلنا به بجيم وعن اثبتنا هنا وطر اثبتنا ان هنا المتوسط هو محور تماثل وعمودي على الوطر في منتصفه ايضا هنا لما اخدنا اثبتنا ان زاوية الرأس هنا بينصفها الف مين المستقيم الف مين وشعاع الف مين بينصفها من فوق ومن ايه تمام تمام عشان احنا كده قلنا التابق طب انصف جمال هو انا لو حياك اقدر استخدم ده في حل مسأل اكيد يعني اقدر اخد النظرية والنتيجة في حلول بعض المسائل طب انا اقدر حياك مسألة وتقول لي انا هستخدمها ازاي فيها يعني هذه المسألة موجودة في كتاب وموجودة في نمازج الامتحانات بيقول لي عندي دائرتين يعني بص كده مسألة جميلة جدا بيقول لي في الشكل الاتي دائرتين وبعدين كنت تعلمت من انصف جمال قبل كده ان الدائرتين ما اقدرش اعمل دائرتين متبعدتين الا اتنين ممسين فقط بيكونوا من بار لكن اقدر اعمل ممسين اخرين من جوه انهم هم هيقطعوا بالف دال وبيه بجيم او طب انا بقى واخد حالة منهم انه الف بيه مستقيم وجيم دال مستقيم هو ممسين للدائرة ميم ونون طبعا نون عند جيم والف وميم عند دال وبيه طلاقية معا في نقطة هي مهم جدا ان انا اقول طلاقية معا في نقطة هي طيب هو المطلوب في هذا المسألة اثبت ان الف به يساوي جيم دال طول الف به بيساوي طول جيم دال نقدر هنتبق هنا هو النظرية اللي احنا اخدناها احنا كنا بنقول ايه بنقول ان البعد بين النقطة اللي التقع خارج الدائرة البعد المميجي اللي هو هيخ به لو انا خدت دائرة ميم هقول ان هيخ به وهيخ دال ممسان للدائرة ميم من نقطة هيخ تمام دول ممستين فاطلهم واحد عشان قطعتين فاطلهم واحد يبقى طول به هيخ بيساوي طول هيخ دال تمام طيب بالنسبة للدائرة نون هنجد أن ألف هه وجيم هه دول أيضا ممسان من نقطة هه وبالتالي طول ألف هه حيساوي طول جيم هه تماما عايز بس نقول كلمة ممستان عشان بناتنا وأبنائنا يعرفوا قطعتان ممستان أول حاجة احنا بنقول أن الدائرة ميمة هنقول أن ألف هه ممس للدائرة نون ممسة على أسناق قطعة جيم هه قطعة ممسة للدائرة نون وإذاً هنا الاتنين من نقطة هه يبقى طول ألف هه اللي هي القطعة الممسية بيتساوي طول جيم هه القطعة الممسة طيب يعني حاجتين فلما ترحوا من بعض يأنتوا جلوا أنا عايزوا طبعا عايزين نكتب دقش جميل نقول زي ما هيك قلت هناخد الدائرة الكبير الدائرة نون هنقول أن ألف هه قطعة ممسة وجيم هه قطعة ممسة يبقى أنا عندي قطعتان ممساتان للدائرة نون يبقى باستنتج على طول أن طول ألف هه يساوي طول جيم هه تمام يبقى ألف هه قد جيم هه يعني ده أول واحد تباركينا على جنب واخد بقى مع الدائرة الصغرى اللي هي الدائرة من نون وده العلاقة اللي احنا استنتجناها هنسميها رقم واحد طيب تمام زي ما عملنا في الدائرة نون هنطبق الكلام ده برضو في الدائرة مم عند القطعة المستقيمة به هه اللي هي بالخط الأحمر دلوقتي والقطعة المستقيمة دال هه دول قطعتان ممساتان للدائرة مم تمام يبقى بالتالي طول به هه هيساوي طول دال هه تمام يبقى بما أن هه به القطعة والقطعة دال هه هما قطعتان ممساتان إذن فطول به هه يساوي طول القطعة هه دال وهقول عليها نمرة اتنين نمرة اتنين هنطرح العلاقتين من بعض يعني واحد من اتنين هطرح العلاقة اتنين من واحد تمام يبقى طول الف هه مقص طول به هه تمام نها يديني طول الف به يبقى السنتج أن طول الف به يساوي طول جين دال وكان هذا هو المطلوب إزباته الله شفتوا بناتي وببنائي هو القصص جمال اهتم أنه يشرح لكو العلاقة بين الممساتين واستخدمها لما يكونوا في دايرة وبعدين دا حصل تكبير كده زي ما انتم عارفين قبل كده في التشابه وبعدين راح دايرة صغيرة وبعدين دايرة كبيرة وممس مشترك وممس مشترك أثبت أن المسافة بين الاتنين يكونوا واحدة حتى لو كانوا دايرتين سواء كانوا متقاربتين أو يعني متباعدتين أو متداخلتين أو كانوا دايرتين متمستين سواء جمال أيضا فيها علاقة أو احنا كنا تكلمنا قبل كده عن الزاوية المحطية وعلاقتها بالقص تفكرنا علاقة أو علاقتين مهمين جدا في الدائرة علاقة الزاوية المحطية بالقص بتاعها والزاوية المركزية بالقص بتاعها وعلاقة كل منهم وبعض ده أنا عارف بناتي وأبنائي أنتم فاكرينها كويس احنا هناخدهم عشان نفتكر حاجة جديدة مع بعض فكرنا كده بالزاوية المحطية والمركزية أدي الزاوية مركزية أدي زاوية مركزية أهي اسمها ألف ميم به قلنا أن قياس الزاوية المركزية بيساوي قياس الكوس المقابل له طيب قلنا قياس الزاوية المحطية لو عندي زاوية محطية هنا ألف دال به قلنا أن قياس المحطية بيساوي نصف قياس المركزية المشتركة معها في نفس الكوس بالتالي قياس الزاوية المحيطية بيساوي نصف قياس القوس المقابل له طيب انا عايز في ده لو انا وصلت به بجيم يعمل لي وطر لهذا القوس مش كل قوس ليه وطر يا صاحب جمال طب فين الوطر بتاع القوس به جيم الأصغر قلب به قدي قلب به طيب يعني قلب به ده القوس بتاع مين بتاع الوطر بتاعني قوس بتاع القوس قلب به طيب انا عايز اجي من عند جيم واعمل شعاع مميس من عند جيم من عند ب زي بعض هنجي هنا كده ونعمل مميس بالشكل ده طيب ما تجيبولي الناحيات دي أصلي جميل ليه وضيته هناك اش معي حالة خاصة عشان هتجيبولي الناحيات نجيبوه من هنا اه اه تمام ده حاجة تانية حاجة تانية جميلة جدا طيب انا اقدر امد الشعاع مستقيم اجيبه اجيبه ناحية تاني اكمل بالشكل ده اه تمام بس تاني انا عايز بقى أصلي جميل أستاذ جمال هذا المماس الشعاع المماس حدك رسمته ادي له اسم كده أستاذ جمال اه ألف جيم او هنا انا نقول ألف ه طيب هذا ألف ه هذا الشعاع اللي مبدوه هو ألف تمام طيب هذا الشعاع ألاقيه بين وطر وبين شعاع مماس مش كده اه ادي الوطر اهو اللي هو ألف به ايوه وقادي شعاع المماس اللي هو ألف ه طيب عمل زاوية عمل الزاوية دي طيب ما تيجي نسميها زاوية ايه أصلي جمال اه هذه الزاوية الناتجة من اتحاد وطر ومماس تسمى زاوية مماسية هيا تسميتها بقى نسميها زاوية مماسية وانا عندي القوس وقادي الوطر بتاع القوس وروح تي راسم مماس من عند احد طرفي او احدى طرفي الوطر فصنعت او كونت عندي زاوية مماسية ابنائي وبناتي شفتوا ازاي رسم مماس وازاي خرج المماس ناحية الوطر وعند القوس عشان كده فيه علاقة بين هذا القوس وبين هذا شعاع المماس او هذه الزاوية تصنعه فتعالوا نشوف عنوان الموضوع اللي هنشتغل فيه علاقة بين الزاوية المماسية بالزاوية المحطية تعالوا نشوف كده بيقول لي علاقة الزاوية المماسية بالزاوية المحطية لو انتو شفتوا وافتكرتوا كده اللي عام الوصيس جمال انا خليته حضرته يرسم من هنا وطر وقلت له حضرتك ارسم مماس فرسم مماس فصنعت هنا زاوية فسمه لنا وصيس جمال الزاوية المماسية نعرف بقى الزاوية المماسية هي زاوية رأسها يقع على الدائرة زي نقطة الف كده عشان نعرفها كويس واحد العاها شعاعا مماسا والاخر يحمل وطرا والاخر يحمل وطر في هذا الرسم ولقيه ان هذا الوطر يحصر قوسا اصغر هذا القوس نحية الزاوية يبقى فيها علاقة بين هذا القوس وبين فتحة هذه الزاوية يعني قياس هذه الزاوية طيب هاخد علاقة كده واشوف بيقول لي ايه ادي شكل الرسم بتاع الوطر وادي الشعاع المماس وبيقول لي ان الزاوية المماسية تساوي وعلاقتها بالزاوية المحطية بيقول لي ان الزاوية المماسية نصف قياس القوس طلها هذه الزاوية قياسها يساوي نصف قياس القوس ألب به ولا تنسى ايضا ان هناك زاوية محطية اللي قال عليها أستاذ جمال دلوقتي هي زاوية الدال ايضا قياسها يساوي نصف قياس الزاوية المحطية وعلى ذلك هناك علاقة بين الزاوية الممسية والزاوية المحطية التي تحصر نفس القوس في الدائرة وعلى ذلك مطلوب مني إثبات أن قياس الزاوية الممسية يساوي قياس الزاوية المحطية المشتركة معها في نفس القوس وكأنني عايز أثبت في هذا الرسم أن قياس زاوية ألف بهجيم يساوي قياس زاوية دال لأنه وهم مشتركان في قوس واحد في الدائرة طيب السيد جمال هستخدم هذا الإثبات في حل تمرين بس قبل ما نخش في التمرين احنا قلنا علاقة الممسية بالمحيطية الممسية ضعف المحيطية الممسية تساوي المحيطية المشتركة معها في نفس القوس وقلنا إثباتها لأن الممسية نصف قياس القوس والمحيطية نصف قياس القوس يبقى الاتنين قد بعض جبت علاقة بينهم تعال تطور الألاقة كده يا سيد جمال هك قلت لي من شوية أن قياس الزوية المحيطية نصف قياس المركزية يبقى بالتالي أنا دلوقتي بنقول أن المحيطية بتساوي قياس الممسية المشتركة معها في نفس القوس لو إحنا جينا بصينا هنا وقت للرسمة اللي إحنا كنا حطيناها من شوية إحنا قلنا هنا إيه أدي الزوية الممسية هي اللي هي زاوية B ألف هي هذه الزوية القوس بتاحها ألف B يبقى بتساوي قياس زاوية ألف Dال B الزاوية المحيطية طيب إحنا قلنا أن الزاوية المحيطية بتساوي نصف قياس المركزية اللي هي ألف مين B المشتركة معها في نفس القوس يبقى نقدر استنتج من هنا ان ايضا قياس الزاوية الممسية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوص بس هنا بقى عشان بناتي وابنائي ما يشعرواش بنوع من اللغبطة احنا عدلوقتي وصلنا الى ثلاث زوايا جمال جديد خدناهم في سنة ثالثة اول زاوية هي الزاوية المحطية وقلنا هي زاوية رأسها على الدائرة وكل من ضلعها يحمل وطر وقياسها يساوي نصف قياس القوص الذي تحوي طيب الزاوية المركزية قلنا هي زاوية تقع رأسها على مركز الدائرة وكل من ضلعها يحمله نصف قطر طيب ودلوقتي قلنا الزاوية الممسية اللي هي رأسها على الدائرة واحد الآهم شواء الممس والاخر وطرا في الدائرة وقلنا قياسها بيساوي نصف قياس القوص بتاعها الذي يحويه هذا الوطر وايضا هي تساوي نصف قياس القوس وتساوي نصف قياس الزاوية المركزية وتساوي قياس الزاوية المحيطية شوية يعني محيطية قد ممسية محيطية وممسية كل منهما نصف المركزية هياك بيت كتبت يا أستاذ جميل أنا كتبت ملخص لكل اللي احنا قلناها دلوقتي انا بنقول ان الزاوية المحيطية بتساوي نصف قياس القوس اللي هو المقابل له وقياس الزاوية المحيطية بيساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس قلنا الزاوية الممسية بتساوي قياس الزاوية المحطية المشتركة معها في نفس الايه القوس يبقى هستنتج من هنا ان الزاوية الممسية ايضا بتساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس كده ده ملخص جميل اوي وسهل جدا ان انت عندك اتنين صغيرين ووحدة كبيرة الاتنين الصغيرين هم المحطية الممسية كل منهم قد بعض وكل منهم نصف المركزية سهلا بقى اتنين صغيرين واحدة كبير يبقى الاتنين المحطية والممسية كل منهم يساوي نصف المركزية تمام وهم الاتنين قد بعض تمام طيب يبقى انا دلوقتي الحالة الجديدة اللي احنا اخدناها النهاردة واللي علمها الناس جمال ان الزوية الممسية قياس هيساوي نصف قياس الزوية المركزية ويساوي قياس الزوية المحطية طيب أنا هجيب علاقة بين الشكل الرباعي الدائري وبين الزوال الممسي وهنحط كده مسألة تلم الموضوع على بعضه ومن مسائل التي ترد كثيرا في الامتحانات طيب أنا هعرض على حياتك كده وتشوف كده هي موجودة أيضا في الكتاب بيقول لي في الشكل المقابل وبص كده في الشكل المقابل بيقول لي مين ونون دائرتان متقاطعتان في ألف وبي يعني وأنا قاعد أقرى كده عايز أخد دراسة للرسم اللي موجود فهقراها مرة واحدة وبعدين نبتدي نطبع الرسم وبعدين نبتدي نشوف رصو الجمال حيبتدي برهان إزاي يعني أنا بقول مين ونون دائرتان متقاطعتان في ألف وبي رسم الشعاع جيم دال يمر بنقطة ألف ويقطع الدائرة مين في جيم والدائرة نون في دال ورسم الممسين الشعاع جيم هي والممس دال هي شعاع الممس طب لما أجي أبص كده وفصر ده على الرسم بيقول لي مين ونون دائرتين أدي دائرتين ههم واحدة زرقة واحدة من غير لون هي وبعدين بيقول لي هاتين الدائرتان متقاطعتان معا في ألف وبي فلما تقاطع معا أبص ألاقي أنه النقطة تقاطع ألف ونقطة تقاطع ببي لما وصلهم ببعض فأطلع لي حاجة اسمها الوطن مشترك لأنتم عارفينه قبل كده أنا بدرس الشكله أنا قاعد يذهب أجبر سيمه بس يعني بطبقه وبعدين بيقول لي رسمها جيم دال يمر بنقطة إيه به طبعا ما أنا همسك جيم وهمسك دال يمر بنقطة به ونقطة به هي نقطة تقاطع الدائرتين يبقى هو من به أهو بيقول لي يقطع الدائرة في الأولى في به والدائرة الثانية في دال تمام كده؟ طيب بيقول لي رسمها الممسين جيم هي وكأنه هاجة عندي هنا نقطة جيم ورسم شعاع ممس أمشي به طيب وأيضا شعاع آخر دال هي يبقى هاجة من عند دال ورسم شعاع ممس يا سلام لما بقول ممسة وفي حتة وطر هي ممس وفي كمان وطر أهو يعني في زوياتين ممساتين جمال وأنا بفكر كده وأنا بشتغل قبل ما أعمل أي حاجة كمان لأبقى ممسك الدائرة كده وبص ألاقي إيه أنا عملت وطر اسمه ألف جيم وعملت وطر اسمه ألف دال واعت دار الأول واعت دار التانية يبقى معنى كده في عندي وطر ووطر يعني معنى كده في زوية محطية والناحية التانية في وطر ووطر يعني في زوية محطية كل ده أنا بدرسه وأنا أعد أقرأ الشكل قبل ما أعرف إيه المطلوبة ندرست وفهمت الرسمة دخلت جواها السؤال يا أستاذ جمالي هل يمكن إثبات أن الشكل ألف جيم هيه دال هو رباعي دائري الشكل ألف جيم هيه دال أقدر أسبت أن هذا الشكل هو شكل رباعي دائري طبعا إيهزان لابد أن نفتكر مع بعض خواص الشكل الرباعي الدائري أو نقول متى يكون الشكل الرباعي دائريا تمام فكر هانا يا أستاذ جمالي طبعا أول حاجة كنا بنقول أن كل زاويتان متقابلتان ما لهم متكاملتان تمام يبقى أول حاجة أستاذ جمال بيقول تعالوا نفتكر متى يكون الشكل الرباعي دائريا دائريا قال لي أول حاجة إذا وجدت زاويتين متقابلتين فيه متكاملتين يبقى لو لقيت زاويتين اتنين بس فيه متقابلتين يبقوا متكاملتين وإذا كان رباعي يبقى السنتج أن كل زاويتين متقابلتين طب دي أول واحد تاني واحد إذا وجدت أن قياس الزاوية الخارجة لهذا الشكل الرباعي بتساوي قياس الزاوية المقابلة للمجاورة لها كان هذا الشكل رباعي دائري تمام إذا وجدت زاوية خارجة بتساوي قياس الزاوية المقابلة للمجاورة لها كان هذا الشكل رباعي داير طيب التابعة إذا وجدت زاويتين متساويتين وفي جهة واحدة من القاعدة فإن هذا الشكل يكون أيضا رباعي داير جابة التالتة سوس جمال بيقول إذا وجدت زاويتين مرسومة تانية على وطر واحد يعني أو على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة كان يمكن أن تمر برؤوس هذا الشكل هو دايرة واحدة وما ننساش أنه أساسا أنا أقول عليه رباعي داير إذا وجدت نقطة داخل الشكل تبعد مسافة سابقة بعد سابق عن رؤوس هذا الشكل الرباعي تمام طيب لما بص كده على الشكل اللي قدامي أيضا أنا شايف كده فيه مسلس يا أصوص جمال اللي هو جيم هيه داير ما احنا اتفقنا أول ما يقول لي مماس على طول بين السانت جي أنا عندي جيم هيه وهيه داير دول ممسين ممساتين يبقى في هذه الحالة هقول أن طول هيه جيم بيساوي طول هيه دال احنا بقى عدينا حكاية الممساتين المرسوماتين من قاعدة واحدة احنا الوقت بنقول أن زاوية هيه جيم دال هذه زاوية هي زاوية ممسية زاوية هيه دال جيم أيضا هي زاوية ممسية لكن زاوية واحد نحن تطلعها واحد دي هي زاوية ممسية لأنه جيم هيه هو ممس للدائرة ميم وعلى ذلك فقياس زاوية واحد هذه الممسية هي أد الزاوية المحطية اللي هي زاوية اتنين يبقى قياس واحد قد قياس اتنين ليه؟ لأن ممسية تساوي محطية مشتركتان معا في القوس جيم بي أيضا في الدائرة نون أنا عندي زاوية جيم دال هيه أو أنا عندي الزاوية نحن تطلعها رقم ثلاثة هذه الزاوية هي زاوية ممسية وهي أيضا تساوي الزاوية المحطية المشتركة معها في نفس القوس اللي هي زاوية أربعة لما بص ألاقي واحد قد اتنين وتلاتة قد اربعة طيب أنا عايز أثبت إيه؟ قال لي مش أنا عندي جيم دال هيه ده مسلس ومجموعة قياسات زاوية المسلس الداخلة تساوي مية وتمانين درجة يعني قياس زاوية هيه مع واحد مع تلاتة يعمل لي مية وتمانين درجة طيب ما واحد قد اتنين وتلاتة قد اربعة يبقى زاوية هيه مع زاوية اتنين واربعة يعمل لي مية وتمانين درجة فوجدت هنا زاويتين متقابلتين في الشكل فيصبح الشكل رباعي دائري كده استخدمنا رسالة جمال المسلس مجموعة قياساته واستخدمنا زاوية المسلسية واستخدمنا علاقتها بالزاوية المحيطية عملنا ايه بقى؟ طبقنا اللي احنا استنتجناها دلوقتي طبقنا اول حاجة خدناها خدنا خواص المسلس من متساوي الصاقين اثبتنا ان زاوية متساوياتين عشان نكتبع رسالة جمال هنقول هنا دلوقتي عندي ايه؟ انا عندي قطعتين ممسلستين يبقى في هذه الحالة بنقول ان قياس الزاوية الممسية بتساوي قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس يبقى انا عندي في ممسة اه هيه جيم قطع ممسة وجيم به دواطر في الدائرة ميم يبقى باستنتج ان قياس زاوية واحد اللي هي الزاوية الممسية بتساوي قياس زاوية اتنين الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس اللي هو جيم به نجي برضو هنجد هنا هوت ان زاوية 3 عن نتيجة من تقاطع به دال مع هه جيم ان عندي هه دال مماس به دال دواتر يبقى قياس زاوية به دال هه اللي هي رقم 3 بتساوي قياس زاوية به ألف دال اللي هي رقم 4 الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس الكوس اللي هو به دال طيب قياس زاوية 1 زا قياس زاوية 3 زا قياس زاوية هه بيساوي 180 درجة يعني انا قلت يا أصوص جميل ان قياس 1 قد قياس 2 حطيتها في طرف قياس 1 زاق قياس 3 يساوي قياس 2 زاق قياس 4 مش احنا قلنا 1 قد 2 و3 قد 4 فانا عملت لهم طرفين يا أصوص جميل يبقى مجموعة قياس زاوية 2 1 و3 بيساوي قياس زاوية 2 زاق قياس زاوية 4 طيب لما ديفهم للطرفين بقى بإضافة قياس زاوية ه للطرفين حنجد إن قياس زاوية واحد زاك قياس زاوية ثلاثة زاك قياس زاوية ه حيساوي 60 درجة مجموعة قياسي Anti míg lodins يبقى بالتالي قياس زاويةosc 2 زاك قياس زاوية 4 زاك قياس زاوية ه ستساوي أيضا 180 درجة تبدأ شكل ربعي حنجد إن قياس زاويةщ بتقابل زاوية ه يبقى دي من خواص الشكل الربعي الدائري إن كل الزوية تام متقابلة Boom أقول عليه رباعي دائري إذا وجده إذا وجدت هنا دلوقتي إن قياس زوية ألف كياس زوية هي بتسوي 180 درجة يبقى بقوله على طول إن الشكل ألف جيم هي دال رباعي دائري تمام يعني بالمرة كده قبل ما نمشي إحنا قلنا إن قياس زوية واحد زائت قياس ثلاثة يسوي 180 درجة لأن مجموعة قصية زوية المثلث 180 درجة زائت زوية هي لما زودت هي بقى الناحية التانية يبقى بيسوي 180 معنى كده إن 2 زائد 4 زائد هي وخلي بالك 2 زائد 4 دي معناها زوية جيم ألف دال اللي هي إحدى زوية الشكل الرباعي ألف جيم هي دال ولقيت اللي قابلها على طول أما ضفها عليها يديني 180 درجة يبقى إذن الزويتين دول متكاملتين يعني 2 و4 اللي بتكملها هي يعني هي بتكمل زوية 2 و4 معنى كده إن زوية جيم ألف دال مكملة لزوية هي يبقى الشكل ألف جيم هي دال هو شكل رباعي دائري وكان هذا هو المطلوب إثباته شفت بناتي وأبنائي أنا استغلت وزي معلمنا لأستيجمال في تنظيم فكرة الحل وخلي بالكو أما بلاقي ممس وده كلام بقى يعني نتكلم في كده أنا أستيجمال يعني لما لقي ممس أنا بافتكر حاكتين إما لقي نصف قطر فأقوله نصف القطر عمودي على الممس أو ألاقي ألاقي زوية محيطية مشتركة معها في نفس القوس آه يعني ألاقي وطر فيعملي زوية ممسي يعني عايز أفتكر حاكتين يبقى لو لقيت ممس أفتكر نصف القطر يكون عمودي على المماس سيبقى في زوية قيم يبقى زوية قيمة أو ألاقي أو ألاقي هنا وطر هنا هوت ممشترك مع زوية محيطية أيوا في نفس القوس تمام يبقى معناك كده حالاقي وطر فيعملي زوية ممسية مشتركين في قوس واحد فأقوله يبقى المحيطية دي بداخل أو مركزية أو مركزية مم식ية حتساوي نصف المركزية آه أو الممسية تساوي نصف قياس القوس طيب عشان الوقت بقى أنا كنت هخش وأقول بقى جزء جزء في المركزية لكن واضح ان الوقت هيدغطنا عشان كده هفكركم بس بنظرية العلاقة بين الممسية والمركزية وناخد عليها مسألة تعالوا بناتي وأبنائي كده نفتكر العلاقة بين الزوية الممسية والمركزية بيقول لي قياس الزوية الممسية يسوي نصف قياس الزوية المركزية المشتركة معها في نفس القوص يعني زوية ألف به جيم تساوي نصف قياس زوية ألف ميم به مشتركتان معا في القوص ألف به طيب هذه مسألة أصوص جمال وممكن نستخدم فيها ده أو ما نستخدموش لكن احنا حطيناه هنا في علاقة بين بيقول لي هنا في الشكل المقابل إذا كان قياس زوية ألف ميم جيم 930 درجة وهي زوية مركزية عشان أنا بالمرة كده وبعين ألف به قد به جيم ألف به قد به جيم ألف به قد به جيم وده مهم جدا لما يكون وطر قد وطر بفتكر إن قياس الكوص بيساوي كياس الكوص وافتكر كمان إن في مركزية قد مركزية على طول أشوف هنا الكوص ده بيقابل أنه زوية حال زوية مركزية ولا زوية محطية أو ممكن الاتنين أو الاتنين بس أنا في الرسمي هنا لقيت إيه لقيت إن القياس ألف به ده بيقابل زوية مركزية اسمها ألف ميم به تمام والقياس به جيم بيقابل زوية مركزية اسمها به ميم جيم فبما إن الوطر ألف به بيساوي الوطر به جيم يبقى قياس القياس ألف به بيساوي قياس الكوص به جيم يبقى قياس الزوية المركزية ألف ميم به يساوي قياس الزوية المركزية به ميم جيم تمام وبما أن قياس زاوية ألف ميم جيم بتسوي 130 درجة يبقى أنا هقسم من 130 على 2 عشان نديني قياس زاوية ألف ميم به وقياس زاوية به ميم جيم نكوني دا حضاك وإنت بتقرأ المسألة وإحنا بنقرأ المسألة لازم أكون في أساسيات وإحنا بنشتغل في المسألة لازم نبقى تساهل علينا حل المسألة بنختب الكلام ده على جنب ونبدأ نوجد العلاقة وإحنا بنهل وبعد كده أبدأ أرتب الأفكار بتاعتك أنا بعتبر مع بناتي وأبنائي خاصة في الهندسة وإحنا ندخلين على منحك سنوية عامة بقى وكلية هندسة إن شاء الله أنا بعتبر أنه قراءة المسألة وكأنك تتعرف على صديق جديد تتبين ملحه وتتبين أفكاره تكلم حتى أراك يعني يقعد يتكلم وهو المسألة لما تبقى موجودة وطلع منها واحد واثنين المسألة بتتكلم فبتطلع لك بياناتها يعني بتقولك أنا محلولة هو بس اكتب اللي أنت تعرفت فيها علي لما بص جاب أنا لسه ما شفتش المسألة فيها أي ولا حتى أنا بتعرف عليه تعال نشوف طب يا قصوص جمال بعد ما تعرفت على المسألة ودخلت جواها أنا حاس إنها بنتي دلوقتي لما بص كده على المطلوب هنا ده المطلوب قياس زاوية الدال وقياس زاوية ألف به زاوية الدال هذه الزاوية هي زاوية محطية زاوية محطية طب أول حاجة ده بالزاوية المحطية دي على طول لازم أسأل نفس إيه القص المقابل لها قص ألف به جيم ألف به جيم طيب أو ألف جيم الأصغر طب ألف جيم ده القص ده قياسه كام 130 درجة اللي هو قياس الزاوية المركزية ألف من جيم طب المحطية المشتركة مع المركزية في نفس القص قياسها بيساوي إيه نص طب المئة وثلاثين نصها كام 65 يبقى قياس زاوية ألف ده الجيم ب65 طب الله طب تعال نبص كده هو عايز زاوية مين تاني ألف به ألف به طب ألف به ده زاوية إيه مميسية لا مش مميسية هو ما قالش ممية 0 علف به زاوية خارجة عن الشكل الرباعي آه خارجة عن الشكل الرباعي ألف به جيم ده بما إن purchase ب probabilب جيم ده ده شكل رباعي دائري يبقى قياس زاوية ألف به الخارجة بتساوي قياس الزاوية المقابلة للمجاورة له يعني بتساوي قياس زاوية ألف دل جيم هذه الزاوية أنا بقى هعمل وقفة هنا ويعني نستلهم من علم حدك في هذا الموضوع وإحنا لما رسمنا زاوية محطية داخل دائرة بناتي وأبنائي رح عمل زاوية يعني عمل زاوية ممسية يعني وطر ومميس يعني في وطر وفي مميس طيب هذا الوطر اللي الأستيس جمال حيرسمه هذا الوطر أنا عايز نشوف كده وحنا هو برسمه ده وطر يا أستيس جمال هذا الوطر ألف ب أو ده وطر وبعين إرسم لي أي زوما بس على هذا الوطر خلينا بقى في الجزء اللي تحت تمام كده حلو قوي قادي هنا من عند ألف وعمل مميس أستيس جمال أنا أقدر أخذ ألف جيم ده أعمل عليه مسلس أعمله قاعدة لمسلس ألف ب ألف جيم أنا عايز ألف جيم الوطر 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 ألف ب الوطر أقدر أعمله قاعدة في مسلس أه فين أهي طيب أدي مسلس ألف دال ب يعني معنى كده إن حياك عملت الرأس هنا اسمه إيه اسمه دال طيب الرأس دي زاوية إيه زاوية محطية زاوية محطية طيب قياسها بيساوي إيه قياس القوس المقابل لها اللي هو ألف د ألف ب اللي هو ده طيب مش قد المميسية برضه طيب ما هنقولنا المميسية اللي هي دي أه قد المحطية ألف جيم المشتركة مع المحطية في نفس القوس هيكونوا متساويين في القياس طيب بشكل أو بآخر بقى أنا عايز المسلس بس مع هذا المميس وكأن الدائرة مش مرسومة يبقى أنا كأن حداري عليهم كده هو المسلس يبقى احنا هنرسم المسلس وخارج من ألف بشكل دوت كأن الدائرة مرسومة طيب عبال موسيس جمال يرسمه أصلاحنا بنعمل إيه احنا قلنا أن الزاوية المميسية قياسها قد المحطية دا متى عندما تكون هناك دائرة مرسومة وأنا بقول مميسية يبقى دا مميس ومدام مميس يبقى فيه داير ومدام في زاوية المحطية لازم يكون فيه داير افرد بقى ندتك المسلس ودتك دلع شكل المميس كده بس ما فيش دايرة إمتى أقول أن الزاوية دي مميسة للدائرة المرة برؤوس هذا المسلس أنا عندي المسلس أنا سرامته أصلاح جمال هذا المسلس ألف ب د طب إذا لقيت بقى الزاوية دي اللي اسمها زاوية د زاوية د قد تساوي قياس زاوية ب ألف جيم يعني لقينا الزاوية دي أيوة بتساوي قياس الزاوية دي دي واحدة أصلاح جمال كده استنتج أن هناك دائرة تمر برؤوس المسلس ألف ب دال وألف جيم يكون مميسا إمتى لما تكون الزاوية جيم ألف ب قد قياس زاوية دال المميسية مش كده أصلاح جمال لكن لو فتحت بقى لو حطيت المسطرة كده عملته كأنه دراع عند ألف جيم وبعدته كده شوية عمره ما يبقى آه ما ترسمش ما ترسمش هنفتح بس الزاوية دي شوية بالمصدر كي أننا حرسامها يعني آه يعني لو لو الدلع دا تفتح يا أصلاح جمال ينفع يبقى ممس لا منفعش هو لازم تبقى قد الزاوية المحطية آه قد الزاوية المحطية يعني أنا لو أثبت في أي مسلس بقى يعني جيلي مسألة يقول لي إيه شايف الزاوية بيها ألف جيم دي آه بيها ألف جيم الزاوية لو لقيتها قد زاوية الدال يبقى ألف جيم دا ممس لدال المرة بيه رؤوس المسلس ألف بجيم أنا بقول دليل بناتي وابنائي احنا بنقول دا مدخل كده رسمه لنا أصلاح جمال جميل يحللي الجزء الثاني من المسألة تعالوا شوف كده الجزء الثاني بيقول إيه في المسألة بيقول لي ثم ثبت أن الشعاع جيم هي الشعاع بقى الاسمه جيم هي هذا الشعاع هو يمس الدائرة المرة بنقاط ألف وبيه وميم ألف وبيه وميم قلت له آه هي الزاوية اللي هنا دي بكام ألف الزاوية دي بخمسة وستين وزاوية ألف ميم بيه أيضا بخمسة وستين فمعنى كده إن الزاوية دي والزاوية دي متساويتين في القياس زاوية ألف ميم بيه وزاوية ألف بيه هم متسواتين في القياس يبقى به هو شعاع ممس للدائرة المرة بالمثلث اللي اسمه ألف ميم ب يبقى وكانها طبعا الحتة دي تاني الحتة دي تاني الحتة دي عايز يقولك هنا هيقولك بس زاوية ألف ميم ب دي زاوية مركزية وما خدش بالهم السؤال هنا بقى مش مركزية هنا بقى تمحطية وهي دي النقطة اللازم نأكد عليها في المعلومة دي هنرجع ايضا هذه الفكرة الى الحلقة القادمة وعايزك بقى تمسك الجزء بتاع المماس تقراه وفي عجالة احنا قلنا من الاول علاقة القطع المستقيم بالدائرة قلنا اما يكون مماس او قاطع هو مماس يبقى قاطع برده لكن يقطع الدائرة في نقطة واحدة ده مماس للدائرة وقلنا ان نصف القطر بيبقى عمودي على المماس في نقطة التماس وبعدين خدنا الزاوية المماسية بتساوي نصف قياس القوس المشتركة معها وقلنا قياس الزاوية المماسية بيساوي قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس وقياس الزاوية المماسية بيساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس طيب ده كان فكرة سريعة والمسألة دي مسألة حلوة جدا يمكن نبتدي بها في الحلقة الجاية لكن بناتي وأبناء الوقت بيجرب سرعة معاكم لكن إن شاء الله تجول بقى في حل النماذج احنا كده نكاد نكون انتهينا الا من قليل في المراجعة إن شاء الله بيعدنا وجودنا مع أستاذنا أستاذك أستاذ جمال أستاذ جمال احنا بنتكلم على التأسيمة بقى بتاعة الامتحين خلاص الجزئية بتاعة الامتحين أنا عايزة أقول الجزء آخر جزء بتاع المثلث وأقول عليه مماس طيب إحنا هنا لو رجعنا هنا تاني بنقول إيه بنقول لو أنا عندي لقيت مثلث ألف دال به وكانت زاوية دال ديت هذه الزاوية ويقابلها الوطء الضلع ألف به وكان ألف زاوية به ألف جيم لهو الضلع ده هنا مشترك بين الزاوية دي والمقابل لزاوية دال مع الشعاع ألف جيم كانت الزاوية المحصورة بينهما بتساوي قياس زاوية الدال الضلع ده هيكون قائدة في هذا الرأس ماشي فإن هذا الشعاع ألف جيم يكون مماس لدائرة إنما لو فتح برأوس آآ يعني لو فتح بالشكل ده لا لا يعني نفس نتجاه برضو بس زاوية أكبر شوي بالظبط آآ في هذه الحالة نقول إن هذا الشعاع لازم تكون قدا آآ لازم يكون قياس هذه الزاوية لإن إحنا خدنا من العكس طب نرسم بالدائرة كده بأدينا كده يبقى هنا يمكن أن تمر يبقى الدائرة اللي تمر برؤوس المسلس يكون ده ممس لها يبقى كأين أنا رسمت الدائرة ويكون ده ممس لها طبعا أنا بشكر أستاذ جمال على هذه الملاحظات الجميلة وبشكركم بناتي وأبنائي لكن أنا عايزكم أستاذ جمال وصيهم النبي على حل النمازج النمازج مهمة جدا فيها أفكار جميلة جدا محدش يقول أن النمازج صعبة ولا حاجة بالعكس إنت لو مذاكر زي ما شفتنا المسألة الأخرانية دي إحنا عملنا إيه؟ ناقشنا المسألة وإحنا لسه ما كتبناش حاجة فيها وطلعنا منها نص الحل بتاعنا تمام يبقى النمازج مهمة جدا وامتحان الوزارة دايما ما بيخرجش عن كتاب المدرسة وتبقوني بقى بناتي وأبناء إن شاء الله بيوعدنا لصيص جمال بإذن الله إن إحنا نستجمع كل الحاجات اللي ممكن تبقى مضايقاتكم في النمازج كنتو خلاص بقيتو تمام في المنهج لكن هننقل حاجات اللي هيها تبقى موجودة كده وعيدنا أصيص جمال اللي فيها أفكار كده هو متجمعة هنجمع لكم كل المسائل اللي فيها أفكار بتشمل جميع النقط اللي فيها ارتجاز اللي في النمازج وبنقول من شدد وبنقول عن نمازج بالذات لأن النمازج مهمة جدا 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 امتحان ما بيخليش من نمازج كتاب المدرسة طيب شكرا يا أصيص جمال وشكرا لتنظيمك لهذا الفكر وشكرا لعرضك الجميل للأسئلة شكرا لك أستاذ عادل ولكل أبناء نطلبة اللي كانوا متابعيننا النهاردة وبالتوفيق ونجاح إن شاء الله أبناء وبناتي على أمل اللقاء في حلقة قادمة في نفس الموعد وعلى نفس القناة إن شاء الله يكون معاكم عادل عبد الموجود أبنائي وبناتي سلام الله عليكم